اشتركوا في القناة لا بد من ان نعرف مركزية الدعاء وانه عبادة يجب ان نمارسها دائما نمارسها مع الصلاة وبعدها نمارسها بعد الاذان نمارسها عند الشدة ولكن ايضا نمارسها كعبادة مستقلة بان تكون لنا جلسات اساسها الدعاء وتلبوا الفضل من الله سبحانه وتعالى وانتم تعرفون ان الله جل وعلا قريب سميع مجيب وهو سبحانه كذلك حي كريم يستحي إذا رفع أحد أكفه إليه أن يردهما صفرا خائبتين الله جل وعلا يحب أن يسأل ويريد منا أن نسأله قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاؤكم ولأنه سبحانه يريد أن يستجيب لنا ألهمنا الدعاء والصدق الشاعر الحكيم إذ يقول لو لم تريدنا إلى ما نرجو ونطلبه من فايد جودي كما علمتنا الطلب وعندما يسأل الإنسان ربه فلابد من أن يلتزم بآداب الدعاء ومن ضمن هذه الآداب أولا عندما نتأمل أدعية القرآن الكريم نجدها خالية من أدات النداء ولا سيمايا لماذا؟ لأن نعربها بأنها أدات نداء للبعيد أو كالبعيد ومن سوء الاعتقاد ومن سوء الأدب حين تدعو ربك أن تعتبره بعيدا ولذلك من أدعية القرآن الكريم مثلا رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا بدوني رب فلا تجعلني في القوم الظالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عيون واجعلنا للمتقين إماما من أدعية عباد الرحمن ومن دعاء إبراهيم عليه السلام رب هب لي من الصالحين وهكذا إذن فمن ذلائل القرب ومن ذلائل الحب أن تدعو الله سبحانه وتعالى برب دون استعمال يا إن دا ومن الآداب كذلك اليقين التام بأن الله يستجيب لك ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة كما ذكر عليه الصلاة والسلام ومن آداب الدعاء كذلك الإلحاح يلح الإنسان ويلح ويلح ولا يمل من الطلب ومن آداب الدعاء كذلك أنه لا يعجل الإنسان بمعنى يقدم بين يدي الدعاء ذكرا كثيرا وصلاة على النبي المختار عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام ثم بعد ذلك يقدم بين يدي ذلك دعوات طيبات مباركات ومن آداب الدعاء كذلك أنك لا تنسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى بل تنسب إليه الخير فقط فتتأدب معه تقول كما ورد في القرآن بيدك الخير يعني أساسا بيده الخير والشر معا ولكن تأدبا نقول ما قاله عليه الصلاة والسلام الخير كله من عندك والشر ليس إليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام ومن الآذاب كذلك إياك أيها العبد الصالح أن تعتقد أنك لست أهلا لأن تدعو ربك إذا لم تدعو ربك فمن تدعو إذا لم يدعو المسيئين ربهم فإلى من يلجأون إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلذ ويستجير المجرم ومن الأمور المطمئنة في هذا المجال أن شر الخلق وهو الشيطان استجاب الله دعاءه ودلالة ذلك في قوله تعالى أو دليل ذلك في قوله تعالى قال أنظرني إلى يوم يبعثون فجاء الجواب إنك من المنظر قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظر ولذلك أيها المؤمن العابد عندما تغلق السبل فالجأ إلى الله سبحانه وتعالى وهناك إشارة طيبة كريمة في أسماء الله الحسنى أنها شاملة جامعة لكل فضل فمنها الكريم فتطلب من كرم الله ومن فيضه ومنها الرحيم فتطلب رحمة الله سبحانه وتعالى ومنها العفو فتطلب العفو ومنها الغفور فتطلب الغفران وهكذا فلو تأملت هذه الأسماء لو وجدت أنها متنوعة جامعة مانعة ما أساسه كل ما دكير أن تكون أهلا للخير يقول سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أن تتق الله سبحانه وتعالى وأن تحسن الظن به عز وجل أنت عبد ذليل ناقص فقير ولكنك عبد لغني ولذلك كله عبدا يكون لك ربا ومن آداب الدعاء كذلك اختيار الأذعية الصالحة الطيبة ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زال رجلا فوجده قد مرض مرضا شديدا جسمه نحيل وعلته كبيرة ملفتة للنظر فقال له عليه الصلاة والسلام يا فلان هل كنت تدعو الله بشيء يعني هل تقدم بيني ذلك سبحانه وتعالى دعوة وهي اللي درت في كرش اللي وقع لي فقال له الرجل كنت أقول في دعائي اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا فغضب عليه الصلاة والسلام وقال له سبحان الله إنك لا تطيقوه هل لا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وهذا من أجمع الأدعية ومن أكرمها وأفضلها على الإطلاق وورد في الأثر أن يوسف عليه السلام عندما بقي في السجن مدة طويلة جدا شكى إلى الله سبحانه وتعالى حاله فقال له يا ربي دخلت السجن وتركتني فيه بضع سنين فأجابه رب العزة جل وعلا أنت سألت السجن فأعطيناك لأنه عليه السلام قال قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه أنت سألت السجن فأعطيناك ولو سألت العافية لعافيناك وورد في قصة حكاها قاضي الشام المرحوم العطار أقصد الشيخ أبو بنان العطار وكان قاضياً في دمشق وسهر ذات ليلة مع أصدقائه فأحس بضيق شديد في صدره فالتمس منهم أن يطرخوه ينصرف فلم يقبلوا وأصروا على أن يبقى معهم فبقي بعض الوقت ولكنه سرعان مزداد مزداد ضيقاً وأصره أيضاً على أنه لا بد من أن يخرج فقال لهم أريد أن أخرج لأتمشى وأستنشق هواء نقياً فخرج وعندما كان في الطريق في ضوء خافت سمعنا حيباً يعني بكاء شديداً جداً مختلطاً بصوت فلما اقترب أعرف أنها دموع دموع امرأة واقترب منها أكثر ليسعفها فسأل عن حالتها فقالت ما معناه إن زوجي قاس ظالم قال لها فماذا فعل بك قالت طلقني وأخذ أبنائي ومنعهم من رؤيتي ومنعني من اللقاء بهم فقال لها رحمه الله هل لا شكوتي أمره إلى القاضي قال لي الله يسمح لك فلان واش إذا بحالي غادي يلقوا القاضي فين غادي يلقوا واش كون غادي يصلهم إذا عفردنا بأنه هو أصله واش غادي يتسنت لهم فبكى الشيخ رحمه الله ثم بكى بعد ذلك هو يذكر للناس هذه القصة في محاضراته وفي بعض كتبه فقال ولم تدري المسكينة أن الله قد جر القاضي من رقبته ليحضره إليها فضيق عليه في ذلك المجلس ومنعه من أن يجلس ليقوم ويستمع إلى تلك الدعوة خارج مجلس القضاء ولكنه في اليوم الموالي استدعاها وأنصفها فعلا من زوجها ترى ترى أي دعاء رفعة هذه السيدة الكريمة حتى جر الله القاضي إليها جرا عنيفا ليسعفها وليرفع دائقتها إذا ضاقت وقل وقل يا صاحب الألطاف إني على الدراء أحتسب احتسابا وقبل الختم أيها السادة القصة التي ذكرتها منذ قليل نقلتها من الشيخ علي التنطاوي العالم السوري المشهور وهو أبو بنان التنطاوي الذي كان زوجة للدعية الصالح الشيخ عسام العطار رحمهم الله جميعا وأستسمحكم فقد غاب عني اسمه منذ قليل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا أن نكوننا من الخاسرين اللهم صلي وسلم وبارك وتفضل وتكرم على حبيبك المصطفى ورسولك المجتبى وأسلح اللهم أمورنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين شكرا